مرحبا أنا عمر الملّة من غرفة أخبار إيتجلوب فارنبلغارية صنفت القهوة والشاي وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين على أنها مسببة للسرطان كما ورد سابقا في تقرير لمنظمة الصحة العالمية من عام 91 ومع ذلك أوضحت الأبحاث مؤخرا أن أكثر من ألف دراسة جديدة أجريت حول هذا الموضوع لا تتضمن بالفعل أدلة قاطعة تدعم ذلك أحد المشروبات التي انخفض تصنيفها من مسببة للسرطان إلى آمنة هو مشروب المتة العشبي الذي يحتوي على الكافيين وكرنت النتائج في السابق على أنه مادة مصرطنة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة عند إعداد المشروب وفي النهاية توصل علماء منظمة الصحة العالمية على أن استهلاك المشروبات عند درجات حرارة أعلى من 65 درجة مئوية يمكن أن يكون السبب الرئيسي في حدوث أورام سرطانية بالمري شكرا للمتابعة للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا ايتجلوب.كيوي إلى اللقاء